النهاردة هتجرب بالألوان القماش أو البيجمنت بتاع ال WKW يا مساقكم فلا الريفيو النهاردة هيكون على لونين ألوان قماش أو ألوان بيجمنت في ناس بتقول عليها كده من شركة إرواق التابعة لشركة الكوثر هعمل الريفيو النهاردة على التيشرت الأبيض بتاعي اللي أنا على طول بجرب عليه كل الألوان القماش ويعني نقدر نقول إن الفيديو ده هيكون اتنين في واحد منه ريفيو للألوان وكمان مقارنة ما بين وما بين باقي الألوان القماش اللي أنا جربتها قبل كده مبدئيا أنا هستخدم استنسل عشان أنا مش شطرة قوي في الرسم الحر فحلزة الاستنسل على التيشرت الأبيض بتاعي وبعدين حبيت كده أعمل افتكاسة صغيرة وإن أنا أعمل ميكس ما بين اللون الأزرق والأحمر عشان يطلع عندي اللون الموف ويبقى في نص الرسمة بالزبط وهي حعمل ميكس ما بين اللون الأزرق واللون الأحمر في الرسمة على طول استخدمت البالت اللي كانت جاية بصراحة مع الألوان البوستر بتاعتهم استخدمتها وحطيت عليها الألوان وعملت الميكس وبعدين حطيت تحت التيشرت السكتش الكنسل بتاعي عشان ما يتبعش تحت القماش نفسه من ظهر التيشرت وبعدين سبت تقريبا التيشرت نص ساعة وشلت الاستيكر الاستنسل اللي أنا كنت لازقاه ودي كانت النتيجة بصراحة الألوان حلوة قوي البجمنت بتاعها تقيل وكمان ألوانها صريحة وواضحة قوي أكتر حتى من ألوان كنت جربتها قبل كده بس لو أنتوا حابين أن أنا أخسل التيشرت وووريكم نتيجة بعد الغسيل قولولي في الكومنت وبس كده